لا يزال الذكاء الاصطناعي وخطط استخدام فشة المجالات يثير الجدل ويزيد المخاوف بشأن مستقبل الوظائف وحياة البشر متحدث باسم شركة جوجل كشف أن الشركة تبحث عن قرص استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة مقالات صحفية وأنها تجري محادثات مع مؤسسات إخبارية لمساعدة الصحفيين من خلال هذه الأدوات رغم أن المتحدث أشار إلى أن الفكرة لا تزال في مراحل مبكرة من الدراسة وأنها تهدف للمساعدة فقط وليس بهدف إلغاء أدوار وظيفية إلا أنها أثرت قلقا واسعا لداء الأوساط الصحفية ماذا إذن عن مستقبل الصحافة في ظل هذا التوجه؟ هذا هو السؤال الذي سأحول وأنطلق منه مع ضيفي من القاهرة الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز دكتور ياسر إذن هذه الخطوة برأيك هل تعتبر أداة في يد الصحفي؟ علما أنه هي في بداياتها لكن نحن نتحدث عن مجال التطور المتسارع المتزايد هل هي أداة أم بديل؟ نعم هي أداة ويمكن أن تصبح بديلا للأسف الشديد التعبير المستخدم في تقديمك لهذه الفقرة هو تعبير المخاوف أعتقد أنه تعبير لطيف ومحافظ جدا يجب أن نتحدث عن الهلع لأن هذه الأدوات التي انطلقت في منتصف أذار مارس الماضي لم تقمن أربعة شهور من عمرها تتقدم بشكل جارف وعارم أنا بشكل منتظم أقوم بمراجعة سوية أداء هذه الأدوات وقدرتها على تلبية طلبات تتعلق بالعمل الصحفي سواء في جانبه الفني أو الإجراء وأجد أنها تتقدم بالطراد أتصور أن هؤلاء الذين حذروا من الدور الذي يمكن أن تلعبوا هذه الأدوات على حساب الصحفي أو الإعلامي والذي يمكن أيضا بشكل أو بآخر أن يقود وظيفة الصحفي ويؤثر عليها تأثيرا بالغا هم محقون في ذلك هؤلاء الخبراء ليسوا من النقاد أو المحللين لكنهم أيضا من صناع هذه الأدوات بعض هؤلاء عرف بأنهم من الأباء الروحيين لتقنيات الزكاء الاصطناعي جيفري هينتون بعضهم يدير شركة أو أهم شركة شركة أنتجة شات جي بي تي هو سام ألتمن أيضا يحذر من الإسراع في ذلك بعضهم هو إيلون ماسك نفسه الذي قاد المواقعين على عريضة تنتقد المضي قدما في هذه الإدراعات لكن دكتور ياسر إلى أي مدى يمكن أن نعطد بهذه التحذيرات من قبل هؤلاء الخبراء والرواد في هذا المجال أنهم من يساهمون في تطويرها يعني بنهاية الحكم والقرار بيدهم لكن دكتور ياسر إذا ما أردت أن أعود لهذه المسألة وتعقيب جوجل على هذه الأدات التي تقول أنه أو تسوقها على أساس أنه ستكون مساعد شخصي للصحفيين وأن هناك التزاما من الشركة بالصحافة وبالعمل الصحفي وأنه لا يمكن تعود الصحفيين هل يمكن أيضا الإطمئنان لهذه المواقف أو التعهدات؟ نعم الملاحظتين أو السؤالات مرتبطان ارتباطا وثيقا الأول كيف يمكن؟ طبعا يجب أن نعتد بهذه التسلحات أوبنهايمر اخترع القنبلة الذرية وعاد وندم وكلاشينكوف اخترع السلاح متعدد الطلقات وعاد وندم أزار سكين اخترع آلية التصفح المستمر وعاد وندم وأيضا مارتين كوبر اخترع الهاتف المحمول وعاد وأظهر ندم وهؤلاء الذين يبادرون إلى الاختراعات في مجال أدوات الزكاء الاستناعي أيضا بعضهم يعرب عن ندمه يستقيل من عمله لأنه شاهد أو لمح أو رصد أن هناك خطرا متزايدا حينما تكون هناك مصالح مالية وراء تعميم اختراعات معينة وحينما تدور عجلة الاختراع فإنه من الصعب جدا إيقافها لأن هذه المصالح المالية تتحكم في مصار عجلة الاختراع وتدفع بها إلى الأسواق وتسخرها أو تكيفها للاستخدام التجاري هذا هو ما يحدث الآن حينما يعرض جوجل هذه الأداة وحينما تستخدمها قبريات الصحف العالمية هذا أمر جيد يخدم مصلحة الإنتاج الصحفي والإعلامي لكن من جانب آخر لديه أبعاد ولديه تدعيات سلبية حينما نكون غير منتبهين لذلك فإن إقاع هذه الأدوات يمكن أن يجرفنا بمعنى هناك هيئات تنظيمية للمجال الإعلامي عليها أن تتخذ خطوات سريعة في ضبط وجود هذه الأدوات والمدى الذي تشغله في صناعة الإعلام وقوة العمل به هناك أيضا أدلة وأكواد ومواصيق شرف تنظم صناعة الإعلام يجب أن تنص على كيفية استخدام هذه الأدوات وحدود هذا الاستخدام وأهم من هذا كله يجب أن يكون هناك إلزام واضح بأن كل منتج لأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي والإعلامي يجب أن يكون هناك إلزام واضح بالإشارة إلى أن هذا من أدوات الانتاج الاصطناعي لأنه من الممكن ببساطة شديدة أن هذه الحلقة التي نجريها الآن المزيع طبعا شنخواء 2017 أبدلت المزيع البشري بمزيع استناعي ووسائل إعلام أخرى عديدة حتى بعضها في المنطقة جرب هذه الألية وأيضا هناك مقالات تكتب بالكامل في وسائل إعلام من منتجات الزقاء الصناعي صحيفة إيطالية اسمها ألف وجيو في مارس أزار الماضي قامت بعمل مصابقة لقرائها بجوائز لكشف ماء المقالات التي كتبت بوسطة الزكاء الاصطناعي مقابل المقالات التي كتبها بشر وكانت النتيجة أن أحدا تقريبا لم يفز بهذه الجائزة التي رصدتها الصحيفة لأنه سيكون من الصعب جدا في مجالات عديدة التفرق بين أداء الآلة وبين الأداء البشري من زاوية أخرى فإن التقدم الذي يحرزه زكاء الاصطناعي التوليدي على مدار وقت قصير ينذر بتفاقم وجود هذه الأداء أنا لست ضد استخدام الآلة في تعزيز الأداء الصحفي والإعلامي لكن ضد أن تجور هذه الآلة على عمل الصحفيين والإعلاميين وعلى أن تجور أيضا على بعض المقتضيات هذا العمل والصودي دكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي من القاهرة شكرا جزيلا